يعني انا عم اعماد عشان بتكلم معاك بالوصول تعمل معايا انا كده عايز تكوني? هنأكل مين يا واد يا هاب? يا ولد اتكلم كويس يا ولد انا بنتي تتائل بالدهب دهب 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 ما بيتك اللي تتائل بالدهب دهب هي اللي ضربتني وضربتني برا الشاقة وغيرت الكلون وكل ده ليه عشان خلقت بتلتمية جنيه بقول لك ايه انا جايبك هنا عشان تعقل بيتك وترجحها تعيش لو عايزة تعيش. وهي مجنونة عشان يا جدعان ابوس ايديكم ابوس ايديكم الطريق زحمة والدنيا واقفة متدخلوش الشيطان ما بينكم. لا دخلوا بنا عم احمد الشيطان الشيطان هيدخل ويفضل لقيت بنا لحد ما بينك ترجح تعيش معايا زي ما نعايا. دخل الشيطان وريني. وريني. بايوا دخلوا في ايه. وريني. حظ المنايل ده. ميكروباسو في مصر. انا الشغلي كله كان كبريهات ووصلاة امار مكيفة. وصلا باش مهندس عشان نمشي. حضرتك هتشتموا انت ترد عليش تيمة يستحسن تكون قذرة. يا سلام لو مديت ادوكو على بعض. ويا حبازالة وقتلتو عشان نخلص. يلس. لموا بقى الاجرة مع الراجل اللاحمر اللابس هندي ده. لموا بقى الاجرة يعني ايه. انت ما تعرفنيش. انا الشيطان. شيطان. شيطان مين يا عم الشابح. لا. اعنى عفريد العسفال. لم الاجرة. حاضر. انا عم الشيطان تهتبع عشين. ماشي. مين من عشرة. اوكي. واحد من خمسة. ماشي يا اخواني. واحد من خمسة. يا جماعة يا جماعة انا انا ماليش في الحساب. انا انا اصلا بخاف من الحساب. يا اصلا لو سمحت. انا مش هدفع. انا جاي في شغل. انا مال انا جاي في شغل ولا جاي في تاكسي. انت راكب في العربية. يعني تلمي الاجرة. وعلى الله تغلق في الحساب. لو كنت حسبتها كويس الزمان. ما كانش ده بقى حالي. انا انا بخاف من الحساب. يا ابش مهندس ما تشتموا بعض عشان امش. اتفع. اه اه اه. اقول لك يا عم اعماد انا مش هايز اغلط فيكم. يا عم اعماد انا مش هايز اغلط فيك. انا اخذ. انا هخليها تماشيك على عجيب ما اتلقى. اه 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 اه. ماشي. بص بص لو سمحت يا ريت تغلط فيه واتقل ايدك. اوكي? يلا بني. ماشي. ايه تسرين جنيه. اقل لميت جنيه. تت مدينا عشرة يبين. مديك مية. ايه ده فين المية دي عشرة قدامي هيا تقل. مخوص. ايه دعموا. بتدفع ازالك. لا 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 لا. لو سمحت يا أستا انا هاجي قدام بليز. المكان ده محجوز يا عم الشبح. محجوز لمين? اعتبر نفسي ماسمقتش السؤال ده هو. كرسي القدام محجوز يا أستا. محجوز? ده انا اللي محجوز. هاتبت نفسي ما سمقتش الكوش تاني ترايح رمسيس؟ رمسيس؟ ده انا رمسيس بقولك ايه عليها النعمة انها ما كناش رايحين رمسيس اصلا بس الناس دي كلها هتروح لانتس عشر خاطر اركبي يا رب خرابي عسل يا ابن الابلسة الاساس ده بتقول خلاط ماينفعش كده حضرات انت قاد ساكت ليه مش فاهم انت ها هتروح وانت دمت محروق بالمنظر ده ازاي طب اشتموا يعني سبله الملة اشتم له اي حاجة حتى لو خفيفة يعني ايه السلبية اللي انت فيها دي حتى مش حلوة في السي في بتاعتي نبي يا اخوي اتاخد الودة ديها واحدة بل ما حدلن له الرادع لا 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 يا ستي ايه ده انا 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 الشيطان الشيطان؟ طب والنبي وسويسله في وده شوية يمكن ينام الشيطان قال اما لو شفت حمد اخوه ايه ده انا ممكن اوسويسله ويطلع جاحد ويبهدلك عشان ايه ده ايه ده ايه العرف ده ايه ده انا بيطلع حاجات مورف جدا ايه ده اتردعي فيه ايه ده ما فيهوش سنتي فاضي اتردعهم لا لا ايه اللي اردع ده انا 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 جاي اتحاسب هنا ولا ايه لو سمحت يا مام وسعي هساب قبل ما تنزل يا اشتر اكتين جنيه وسط بعيت المتين لو سمحت لو سمحت خليني انزل وسعي اتفاضل انزل لا انا بقولك وسعي افقك وسعي مدركك بقولك وسعي فيزيكال ايه ده وين فيزيكال الحاني يا أخية بيقولي فيزيكال عيش بعد فزيكال يا نهل اثويت ايه انا عايز اخرج قاسم من جهنم انزل انا عايز انزل هاهاها تدخلوا على� pian ومش هتساب بالخلاط الكبير لانتو exception فيه كلت العجوزار تعليشوا علينا. والله ما حد عارف مين الاراجوز انتة ولا بيتة? اراجوز? ايوه اراجوز. انا عندي فكرة حلوة. اخذوا الشتار. وحيدوا الله. وانا تدعوا الله بقى يسطط. يسطط في البتاح ده وشغل القرآن. خلينا اتحرق المفروض ان اللي بيقرر يتمرد على المواصلات العامة ويحل الكيس ويركب تاكسي ده بيكون حد عاوز يريح نفسه يشتري دماغه ان شاء الله ما حد حوش بقى مظبوط يعني هصرف فلوس عشان مستريح مش كده? اللي بيحصل في الغالب يا معلم بيكون عكس ده تماما ازاي? انت لو استجمعت شجعتك وقررت توقف تاكسي كويس? قررت. ليه بقى ان شاء الله مين حضرتك? ها? مين انت عايز تاكسي تلاقي تاكسي? بالسهولة دي? لا طبعا انت قررت مع نفسك. ده قررت ما ده ده فيه ناس بتتدخل في الامور ده فيه حاجات اكبر مننا بتسيطر على الحاجات دي. كل شيء بقوان والصبر طيب اتقل كده اقف بقى الساعة لربعة لصلاح سلم واستنى تاكسي يعدي او يهدي لما يعدي مش بمزاجك خالص عدى التاكسي هناخد نفس عميق خطوة لقدام ها? نقف واضع كده استعداد وهترمي اسم المكان اللي انت عايز تروحه في لحظة ما صوتك في ودن يعني في الوقت ده ما عدي التاكسي كده وودن السواء قدام بقك هتقوم رامي الكلمة على طول ثانية قبل ثانية بعد خلاء اللي باست كده مفيش. لو اسم المكان اللي تروحه طويل تختصره لازم اختصار زكي بحيث تدوس على الحروف المهمة اللي توصل المعنى عشان ننجز في جزء من الثانية ازاي يعني مثلا لو رايح مصر الجديدة لو قلتها زي ما هي كده خلاص تبقى انسا مفيش تاكسي انسا هتقوم في الشارع طول عمرك مصر الجديدة لا خلاص اقود لوقتي في الدقي انسا هنعمل ايه هنقول الجديدة بس هنحط قبلها الصد بتاعت مصر دي مصر الجديدة خدت بالك تمساح بالصدو فهم الراجل تمام اوكي ادي نقطة مهمة جدا بس دي عايزة عايزة تدريب اللغة ويعني مرات بدنية لا بص اديك مثال تاني انت من سبع تامن امثلة كده هتعرف كل المناطق اللي في مصر الليل حاجاز فيه حاجات طويلة وفيه حاجات عادية عندك مثلا ايه مثال تاني لو رايح ارض الليوة برضه هتقول ارض الليوة لا مفيش زمان هو دفعته بقت لوة اختصر فبتاخد الضاد بس بتاعت الليوة وتاعت الارض ها ودلوة ها خدت بالك نتجرب كده مع بعض بسحب كده الضاد ودلوة ايوة بالظبط تاكسي وقف تاكسي بقى دايما يعلمك انك تبص اللي بعيد هو بعد ما بيقلبها في دماغه كده يعني مصر الجديدة وهسلم وردية اعدي على الوقت بحوك على القهوة وحون شيء حلو يقوم وقف لك بيكون وقف فين وقف بعيد بقى فانت تبص اللي بعيد طبعا نجري بقى بسرعة بلما غير رأيه واركب ركبت حمد الله على السلامة بص بقى معلم البروجرام جوه التاكسي كالادي معانا اولا توكشو كلام عن احوال البلد تحليل الموقف السياسي الرهن ومحاولة استدراجك لمناظرة سياسية عباسية السخنة اي حد عايز اعرف انت ايه عايز اصنافك باي شكل فتليه عمال يجرب كده يروح ويجي لهو مثلا يبتدي يقول لك يعني استغفر الله العظيم يعني اللي بيحصل ده فيشوفك انت مش نافع يوما يقول لك يعني الناس دي عايزة ايه مالهم ما احنا زي الفول برضو مش جاي معا انا اقول لك بقى نصيحتي في الحتة دي اي حاجة يقولها لك سواء التاكسي في المنطقة دي يمين الشمال هتقول جملة واحدة بس ربنا يصلح الحال بس هم من ثلاث كلمة ما تكترش ربنا يصلح الحال ربنا يصلح الحال قال لك يرديك كده يا باش مهندس اللي احنا في ربنا يصلح الحال كده بيتزنق وبيغير النار بيستدرجون الحال بيسحبوك طبعا ما عايز يكشفك بس ربنا يصلح الحال دي مظبوطة بقى يتخلص على طول انت طول الطريق يقول لك اي حاجة ربنا ان شاء الله رب يقول لك تشرب حاجة ان شاء الله ربنا يصلح الحاجة في معانا في البروجرام كمان حالة فقدان الهوية ده منتشر جدا ومعروف بيتعرف من اول لحظة تلاقي كلام السواء ابتدى بايه على فكرة انا اصلا مش سواء تاكسي يبدأ الهاري بقى بعدها ساعات بيبقى لسه راجع من امريكا من اسبوع كان شغال في ناسا او هو دلوقتي نازل في مهمة سرية اي حاجة مهم ان هو مش سواء تاكسي النوع ده بيبقى محتاج احتواء يعني ادي له ثقة في نفسه حسسوا انك سعيد معاه زي ما هو بغض النظر عن اي تفاصيل وانه مضيه مايفرقش معاك في حاجة ولا اجزره التاريخية هتأثر على رحلتك وعلى علاقتك احتويه فاهم؟ طب طبع عليه كده انا بحبك زي ما انت انت ليه عايز تفهمني حاجة تانية؟ انت جميل وطبعا اوعى تقترح طريق على السواق اوعى هيقعد يسألك وبتاعه وبش عارفه ترد السؤال بسؤال قال لي هو اللي يختار لانك لو قلت اي اقتراح وطلع الطريق فيه زلط مثلا على الارض هنقرزك بالكلام طول الطريق سما كنا خدنا الكوبرة يا باشمونس يلا كان لازم تمشينا بالطريق اللي فيه مطبط هواية ده والشقلبة اللي احنا فيها هتحزن على ايه وهو يعمل البتاع واقعد انت نقرازه لو حبيت لو انت فاض يعني طبعا انت هتفكر تركب اي مواصلة تانية غير التاكسي غلطان لان مشاكل التاكسي على قد حجمه بص في المواصلات عندنا في قعدة كلما المواصلة كبرت مشاكلها كبرت معها يعني مثلا الميكروباس انت مش هتعرف تقعد قدام ابدا الا لو معك كارت من شخصية مرموقة مثلا لو قعدت في اي مكان مش هتتبسط ونصيحة مني لو عايز ما تتعبش في الموكروباس اقعد على الكنبة المقدسة الكنبة المقدسة دي اللي هي الكنبة الاخيرة وانت قاعد على الكنبة دي انت ملك ما بتلمش اجرة ما بتنزلش عشان تنزل حتى واي ان كان اللي هتقوله الناس هتاخد به ليه لان هم مش شايفينك صوتك جاي من اخر الدنيا كده عارف يا شيوس اللي صوته عامل كده ده بيبقى بيتكلم صح غالبا انما بقى لو لا قدر الله كانت الكنبة الاخيرة مليانة يبقى انت كرف خطر خاصة لو قدام او على الكرسي القلاب حتى شوف اسمه اسمه قلاب يعني ملوش امان في ثانية يغضر بيك المترو مثلا لانه اكبر مواصلة موجودة دلوقتي يعتبر ده مرحلة الوحش مليان اكشن بقى من اول السلم شرى التذاكر انت لو بتاخد التذكارة ببلاش مش هتلاقي الناس بتنوت نفسها على الشباك بالشكل ده السبينس اللي عند المكنة اللي بندخل فيها التذكارة عشان نعدي دايما بيبقى فيه ست مكينات واحدة بس اللي شغالة تقريبا بيعمله مسابقات اللي يروح على المكنة السليمة من اول مرة يكسب عجلة فالهروب من التاكسي مش حالي طبعا التاكسي دلوقتي يظهر له عدو اوبر كل ما بتيجي سيرة الاوبر تلاقي سواء التاكسي بتادي يقول كلام مش مفهوم شساء الله على حساء حساء عاجات مش مفهومة بس بيديقهم عدو كده انا بحس ان الفرق بين اوبر والتاكسي العادي عامل زي الفرق بين الراجل قبل الجواز وبعد الجواز اوبر بقى بيبقى عامل ايه زي الوادي الشيك مرحلة الخطوبة لبس جديد مكوي ستايل اخر موديل سينجة عشرة بارفان فواح الصبت زي اوبر عربية فولة اخر موديل فيها فواحة بينك مايسألش رايحة فين انا معاك يا روحي انت تؤمريني تكلميه اي وقت يجي لغاية عندك تاكسي العادي بقى عامل زي الراجل بعد الجواز خلاص سقف الثقة بين الطرفين ارتفع ضمن الست هنف كويس انه ما تستغناش عنه او لا ومتأكد من جوانها بتحبه ومحتاجه الاسباب تانية كتير خالص غير الشكل والريح او ليه بقى لابس لبس مكرمش موديلات عجيبة شبش بصبع ولا فواح قصدي يعني ولا برفان ولا كلونيا ولا الكلام الفارغ ده كله خلاص 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 العلاقة بقت متينة وعميقة وش محتاجة الشكليات دي لكن فيه سواقين تاكسي زي العسر عموما انا دايما بنزل من التاكسي والسواق صاحبه مجد والله انا في بيتي عامل زي التاكسي لا بيض من الاخر يعني مش اوبر خالص المراته هي نازلة من البيت تطلب فلوس فقولها والله ابلا يعني البنزين غلي والعدات بايز زي ما حضرتك شايفة كده انا اصلا ده مش بيتي يعني انا شغال عليه بعد الظهر هم حاجة بس هو انت نازلة بالله يعني بالراحة على الباب كده وانت بتقفليه وربنا يصر لك طريقة مدام شفت؟ نفع التاكسي وقول انت يرايك والله ربنا يصلح الحال ده فيهم